بَلْ بَدَى لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلِ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ طبعاً بذكّرك بالآية اللي فاتت وَلَوْ تَرَئِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّار الكفار لما يُعرَضون على النار أول ما يشوفوا مشهد النار فقالوا يَا لَيْتَنَا نُرَدْ نُرَدْ فين؟ للدنيا ياريت نرجع للدنيا علشان ما نشركش ولا نكفر علشان نمشي في طريق ربنا ما نمشيش في طريق الشهوات والملذات المحرمة ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين احنا كنا بنعاند ونجحد الآيات وفي قرارة أنفسنا نعلم أنها حق بس الكبر والعناد منعنا من الإيمان لكن لما لقينا أن مصرنا للنار قلنا ياريتنا نرجع تاني نصدق الآيات ونصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ونبقى في زمرة المؤمنين فربنا قال بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل هم كانوا في قرارة أنفسهم عارف أن ده حق وأن ده قرآن من عند الله بس يقول لا يتباعه يقعد سدقه محمد ده ساحر أو كاهن أو نحو ذلك لكن لو هو مع نفسه كده عارف أن محمد حق وأن القرآن حق وأنه رسوله من عند الله فعلا يظهر الكلام ده إمتى لما يعرض على النار بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل كانوا بيظهروا لأتباعهم أنهم لا يقتنعون بدعوة النبي لكن في قرارة أنفسهم مدركين وجازمين بأن النبي حق صلى الله عليه وسلم تقول لي معاولي أنا عارفين النبي حق ومش بي يتبعوه طيب أنت مستغرب ليه طيب ما ناس كتير عارفة اللي هي بتعمل حرام ومش بتسيبه يعني محدش عارف أن السجاير حرام حرام ومعنى أنه حرام يعني ربنا يعاقب عليه نعم ولسه آلاف من المسلمين مش نابو السجاير ومحدش عارف أنه ترك صلاة الفجر حرام حرام يعني إيه حرام يعني ربنا هيعاقب هيعذب إن لم ياتب إن شاء سبحانه ومع ذلك ما عندوش يعني إرادة في أنه يغير نفسه ويصلي الفجر منع يتعاقب وهو موقن تماماً أنه حيموت وقد يعاقب على ذلك ومع ذلك للأسفة ما بتغيرش لي ضعف إيمان ضعف إيمان إنما لما الإيمان يكون قوي ليدفعوا ذلك إلى ترك المعاصي وللحفاظ على الطاعات فلأن الكفار دول الدنيا شغلاهم قوي فحبهم للدنيا غلب على أنهم يذعنون للنبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة لهم النبي واحد من قبيلة تانية والقبيلة دي إحنا بنادعي إن إحنا أحسن منهم يعني إيه؟ زي إحنا كده مثلاً نقول لك ده من الفلاحين وأنا من الصعيد فأنت كان عايزة أدعي إن الفلاحين أحسن من الصعيدة تقول لأنت نبي أجيب أنا نبي منين بقى؟ بأنت كده خلاص يعني كسبت القعدة ممكن نتنافسها في حاجات معينة لما تقول بقى الفلاحين يقولوا إحنا عندنا نبي أجيبها منين دي فالحل إيه؟ إلا أنا كذب إن هم جاءهم أو جاء منهم نبي علشان تفضل الصراعات مستمرة إنما أنت كده أضط علي لما تقول لده إحنا منا نبي خلاص كده بقى أنت كده أنا قررت لك اللي أنت حسن مني لكن الكبر يمنعني من كده فهم مشغولين بالدنيا يعني دي أمور كلها ليست لها قيمة إن أكرمكم عند الله أتقاق لا فلاحين ولا صعيدة ولا بني هاشم ولا بني عبد مناف العبرة بالطق غاني فقير صاحب جاه رجل بسيط العبرة بالطق وده اللي يشغلك وده اللي تهتم به وعشان كده ربنا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنهم يا الله يعني لو رجعوا للدنيا بعد ما شافوا النار مش هيأمر شايفوا منتهى لحاجة شاف بعينه النار وعين النار ولو رجع إلى الدنيا لن يؤمن حينسى وأنا الحقيقة أخوانا كنت متعجب جدا من هذه الآية بقول معقولة يشوف النار ويرجع يكذب يرجع زي ما كان آه وحصل موقف كده من سنين معايا بدون تفصيل أزاك الله خير والواحد شاف في هذا الموقف أمور صعبة جدا لدرجة أنا قلت أنا لا يمكن أن الإنسان ينسى هذا الموقف وأنه يجعله دائم العبادة لله عز وجل وما ينشغلش بقى بالدنيا دي خالص ولكن سبحان الله مع مرور السنوات والسنوات لا بدأت أنسى وبقاش عندي نفسي الحماس معيني شفت بعيني وسمعت بأذني ومع ذلك الحماس بيفطر ولو أنا سبت نفسي للدنيا أولا ممكن كمان أنشغل تماما معيني رأيت وسمعت آه ده بيحصل يا أخواني ولذلك حتى العاصي النهاردة لو راح لنشاف النهار ورجع ممكن برضو يعصى ربنا لأن القضية قضية إيمان لو إحنا مستغربين إحنا مش بنلاقي ناس عندها سبعين سنة وتمانين سنة وتعصى ربنا مش ده بينه وبين القبر خطوات في الغالب يعني بس هو مش قادر يتغير نفسه لإن يا أخواني الإيمان مش اللي انت دوس على الضرارة يبقى مؤمن وقوي الإيمان كونك تحس أن انت هتموت ده مش كفاية اللي انت تكون رجل صالح ده انت الإيمان يزيد وينقص مش حيزيد في يوم وليلة ده لازم أعمال صالحة وطاعات وقرآن علشان توصل للمرحلة دي طبعا إلا إذا جاء الله أن يغذف في قلبك الإيمان لكن هي مش مسألة ان بكرا يوم القيامة خلاص احنا حلبق عباد زهاد مش هنعرف ليه لإن الأمر محتاج إلى ممارسة وإلى تمرين إن صح التعبير هتلاقي نفسك مش قادر تتعبد مش متعود تتعبد ده بكرا هموت مش قادر تقيم الليل لأن خملل محتاج إلى تعود صلاة الفجر محتاج إلى تعود خراءة القرآن محتاج إلى تعود فالكفار دول إن هو حب الدنيا مسيطرة على قلوبهم لو شافوا النار ورجعوا حيكون عندهم نيت لي أمنهم فعلا لكن برضو حيغلبهم قصة ايه ده أنا حقعد مع البسطاء دول المسلمين ايه ده هو أنا حنسى مكانتي الأولانية هو أنا حيبتدي ينسى ويبتدي يرجع تاني للكفر اللي كان عليه معانه شاف بعينه النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لا كاذبون هم بيقولوا كده بس عشان شايفين النار لكن مش مسألة إيمان ومسألة يقين ومسألة تعبد للعز وجل بمجرد ما النار تروح من قدامهم هيبتدي يعودوا للكفر اللي كانوا عليهم